دكتور فهد بالسوبرماركت أعلن وكان مفترض أنه تتسعر الأسعار بالدولار الأسبوع الماضي ولكن لم يحصل هذا الأمر أرجئت إلى هذا الأسبوع ما بعزها رح تطبق ليش ما صارت تسعير بالدولار الأسبوع الماضي؟ لا هو المبدأ أنه ماشي التسعير بالدولار لكن قلية التطبيق أخذت بعض الوقت لأنه بدنا نعمل عادة برمجة للكمبيوتر بروغرامز تبع النقاط الباية وهذا بيتطلب تعديلات جوهرية بطريقة العمل تبع السوبرماركت فهل الوقت اللي نعطى ما كان كافي فطلبنا نحن تمديد أسبوع حتى نقدر نبدأ بأول أدار في وقت أو يوم محدد ليفوت المواطن يلاقي التسعير بالدولار يعني معقول أول أدار أول أدار هو النهار اللي مفروض أنه تتغير الأسعار بالسوبرماركت من الليرة إلى الدولار في الأصناف يلي هي رح تتسعر بالدولار لأنه في كتير أصناف رح تبقى أسعارها باللبناني يعني مثل الخضرة والفواكة والخبز وبعض الأصناف يلي السوبرماركت بيشتريها بالليرة رح تضل أسعارها بالليرة لكن الأصناف يلي بيشتريها بالدولار إلى حين يصير السوبرماركت يشتريها بالدولار بيصير بتتسعر بالدولار يعني هيدا هي المعادلة اللي نحن حكينا مع المزير بتتسعر بالدولار وعلى أي سعر بتندفع؟ بتندفع على سعر الصرف بسوق الموازي يعني بسوق السوداء بالضبط لا زيادة ولا نقصان؟ يمكن نقصان أكتر من زيادة لأنه عند التجار نقصان لا صراحة أنه هي رح تكون يمكن من إحدى الوسائل لجذب الزبونة يمكن ينحط يعني نحن أكيد معنا نحبز أجينا نحبز أن يكون في سعر صرف تقريبا موحد لكن ما رح نقدر أن نوصل لسعر صرف موحد لأنه في عنا ألاف نقاط لبيع يعني بيطلعوا على الأبليكيشن شو سعر السوق السوداء بيدفع المواطن بالسوبرماركت؟ مبدئيا هيدا هول